نحن نعلن ونريد الآن أن نرى على هوا مباشرة جمهورنا الكريم بأن من سيكون معنا رقم أو رجل له أرقام فركية بالسوشال ميديا رجل دين ودولة رجل يحمل في تويتر رقما فركيا وربما هو الأول في مملكة عربية السعودية وفي العالم العربي كأعلى عدد متابعين بالسوشال ميديا هو فضيل الشيخ الدكتور عايض بن عبدالله القرني مؤلف كتاب لا تحزن وغيره من المؤلفات الكثيرة سيكون معنا بإذن الله تعالى في برنامج السوق سيكون يوم الأحد ويوم الأثنين يوم الأحد سيكون معنا شخصيا ناصر الغامدي ويوم الأثنين سيكون مع الزميل الإعلامي مبارك الأكلوبي صباحا مع فقرة الآباء في الديكور العظيم والجميل والمميز في جلسات شتوية ما بين شبة نار وسعة صدر وعريكة هنا وقرص هنا وسمن هنا وعسل هنا وحليب وزنجبيل وسعة صدر وسعة خاطر هذا الدكتور عايض بن عبدالله القرني يا ناصر سيكون معنا إن شاء الله يومين في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر رأيك عن تواجد دكتور عايض القرني في مثل برنامج السوق للمتسابقين للجمهور الكريم واش تقول لهم؟ دائماً الدكتور عايض دائماً يسعى يسعى للمنصات التي فيها أثر وفيها تحقيق مشاهدات جداً ممتازة نسعى لتواجده فيوافق بالضبط أنا هذا اللي يقول لك لو لا الأرقام والمشاهدات العالية من الممكن أنه جلس يبحث عن منصة أخرى من أجل أنه يظهر فيها فوجود دكتور عايض القرني في مثل هذا البرنامج هذا والله أن يضيف لنا وأنه يسعدنا وأن تواجده معنا في هذا البرنامج إضافة كبيرة جداً 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 للمتسابقين فاللهم ملك الحمد على تواجد مثل هذا الرجل هذا القامة العلمية القامة الدينية اللي ما شاء الله تبرك الرحمن القامة الوطنية اللي أرقام كبيرة جداً في السعودية وفي الوطن العربي فعسى الله يزيده يا رب العالمين قبوله على فكرة الدكتور لما كلمناه كان يقول لي عندي تصوير البرنامج لرمضان لقناة كبيرة في الملكة العربية السعودية والعالم العربي ومع ذلك والله أني غير متبرغ وعنده تصوير بودكاست ثري وجميل جداً ويقول أنا غير متبرغ لكن لأجل قناة الواقع ولأجل ناس الغامدي وزملاء ورفقاءة وليجمهور قناة الواقع سأتواجد معكم يومين في الأسبوع وليس يوم واحد فشكراً لك دكتور عايض وعنده القرني في استجابتك إضافة جميلة والله إضافة جميلة اللهم لك الحمد نقول المتابقين أحمد ربكم أنا أنا اللي يقولي يا المتابقين أحمدوا ربكم والله أحمدوا ربكم الشيخ عايض القرني يا أخي تتمنى أمني أنك تجرس معهم باب أنك تسمع لهم ومالك أنه يجي مرتين في الأسبوع الملك سلمان الله يطول عمره يحب الدكتور عايض يقرأ من كتبه ويستظيفه أحياناً عنده لمحبة الدكتور عايض وما يحمل من علم وأدب وشعر وتوجه ديني وتوجه وطني لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن هذه قصيدة للدكتور عايض من عبدالله محبوظين المتابقين والله محبوظين ومحظوظين قبرهم نرحب بمن ينضم الآن إلينا الأستاذ الجميل والرائع أحمد عمر